اشتركوا في القناة أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي بجامعة الجزائر ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائرين أستاذ الكريم أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الأفاضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الله أسعد إذ أكون ضيفا على هذه الحلقة حلقة حواء السادسة وأمل إن شاء الله أن أكون ضيفا خفيفا عليك وعلى المشاهدين الأفاضل نحن أسعد فضيلة الأستاذ وبداية في الآوين الأخيرة أو في السنين الأخيرة كثرة الحديث وكثرة المطالبة حول تجديد أو ضرورة تجديد الخطاب الديني هي ضرورة أملتها الظروف الراهنة والمستجدات العالمية المتلاحقة هذه الاتهامات والمؤاخدات على الخطاب الديني حيث يتهم بأنه يميل إلى العنف يغذي الكراهية عدم قبول الآخر يعني هذه الأمور كلها أصبحت أمور ملحة تدفع باتجاه الحديث حول هذا الموضوع فضيلة الأستاذ يعني بغض النظار عن طبيعة هذه المطالب التي قد تكون بريئة وقد تكون مشبوهة هل هناك فعلا ضرورة إلى تجديد الخطاب الديني هل هناك حاجة إلى تجديد هذا الخطاب ونحن نعلم أن ديننا صالح لكل زمان ومكان ثم ما المطلوب من هذا التجديد أو من هذا الخطاب ما المطلوب من هذا الخطاب لكي يحقق أهدافه ويؤتي ثماره تفضل فضل طبعا الإجابة على سؤالك القيم المتعدد الجوانب والمتعدد الفصول يتطلب مجموعة من التوضيحات والتحديدات نعم أول شيء ينبغي النفصل بين الخطاب وبين النسبة الدينية له الخطاب هو مجموعة الأقوال التي يدلي بها أي كان نحو جهة معينة فهو خطاب قد يتخذ شكل خطاب إعلامي قد يكون خطاب ديني قد يكون خطاب ثقافي المهم أنه كلام موجه من متحدث إلى سامع لكن عندما نتحدث عن الخطاب الديني يكون أعم لأن الخطاب يشمل كل الديانات بينما الأحق هنا أن نقول الخطاب الإسلامي لأن المطلوب هنا ولكن ما دمنا نتحدث في بيئة إسلامية ومجتمع إسلامي فإن الدين عند الله الإسلام وعندما نتحدث عن الدين فإنما نطبقه إلى الخطاب الإسلامي إذن الخطاب الديني أو الخطاب الإسلامي بأدق هو يتطلب مجموعة من الضوابط من هذه الضوابط أولا الدقة في الحديث في المصطلح عندما يتحدث الإنسان ينبغي أن ينتقي الكلمات التي تفي بالمقصود ليصل إلى عقل السامع وأذنه وقلبه وقناعته ثانيا العلم بهذا الخطاب لأن عندما نتحدث ينبغي أن نكون ملمين بما نقدم فليس كل إنسان مؤهل لأن يتحدث عن الخطاب الديني وإنما هناك العلماء والدعاة والأيمة والوعاظ هم الذين يؤهلون لإلقاء هذا الخطاب بالمواصفات المطلوبة ثالثا الفهم للنص لأن الخطاب يوضع في مقابل النص عادة الخطاب هو الكلام أما النص فهو الشيء المكتوب نحن عندنا هنا نتحدث عن الخطاب الموجه بالقول باللسان بالكلام وبالتالي فإن هؤلاء المؤهلين للحديث عن هذا الخطاب مطلوب منهم مجموعة من الضوابط الضوابط الأول أن يكونوا هم أيضا مقتنعين بما يقدمون ثانيا أن يكونوا ملمين بواقع المتحدث إليهم يعني سواء السامع أو المستمعين ينبغي أن يكون المتحدث صاحب الخطاب الداعية أو العالم أو الواعد أو ما إلى ذلك يكون أيضا فاقه أو فقيه بواقع المستمع الذي يتحدث إليه ثالثا أنه يقدم خطابا واقعيا بالنسبة للنص الذي ينطلق منه لأن أيضا الحديث عن انطلاقا من نص معين ينبغي أن يكون الإنسان فقيها بهذا النص الذي ينطلق منه لأن هناك أحيانا يتحدث الإنسان بشيء قد لا يكون واعي لمفاهمه لماذا نقول هذا؟ لأننا نقول بأن النص كذلك وخاصة إذا كان النص الإسلامي من كتاب وصنة فإنه له مقاصب له معاني له غايات له أبعاد وهذه كلها ينبغي أن يكون المتحدث ملم بها من هنا باتت الحاجة ملحة إلى هذا الخطاب الذي يتجدد بتجدد الإنسان السامع وبتجدد المستمع الذي يتجه إليه الخطاب فعندما نقول التجديد كما تفضلتي فإن التجديد موحى من ماذا؟ من تجدد الإنسان في حياته العلمية الثقافية الاجتماعية التكنولوجية وعلى المتحدث صاحب الخطاب أن يكون ملماً بكل هذه الحاجات فنحن نتحدث إلى جيل إلى شباب أصبح أن نسميه بجيل التكنولوجيا إذن المطلوب أستاذ الكريم هو التجديد في الأسلوب أو في طريقة العرض؟ هو تجديد في الأسلوب وتنزيل النص على واقع الناس بمعنى أننا نأخذ نصوص قد تكون لها إعجاز وإيجاز لكن بلا باقة الخطيب المتحدث بلا باقته وذكائه وفقهه للواقع يستطيع أن ينزل هذا الخطاب على واقع الذي يتحدث إليه لأن لكل مجتمع أصنوبه ولكل مجتمع عندما نتحدث في بيئة المغربية أو نقول مغربية مثلا نختلف عن ما نتحدث عن بيئة غربية مثلا أنجليزية أو أطاليانية لأن هذه لها مقومات تختلف عن مقومات مجتمعنا وهذه أيضا من ذكاء السامع عندما يتحدث هنا يختلف عن الأسلوب الذي يتحدث به عندما يتحدث عن مجتمعات مختلفة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لأن لكل مقام مقال ولكل مجتمع خصائصه وبئته عندما أتكلم إلى مجتمع الشباب فإنني أحاول أن أخذ لهم من واقع الحياة التي يعيشونها ولذلك عندما نخاطب الشباب أن نخاطبهم بكل واقعية بروح العصر بروح العصر يعني الخطاب المستمد من الواقع الذي نعيشه الآن حسب التكنولوجيا حسب الإعلام حسب ما يشاهده وإلا قد يصاب بالملل ويصاب بالقلق وهذا يقودنا إلى ما لا يقودنا إلى الخطاب المسجدي الخطاب المسجدي على الإمام كذلك أن يعلم أنه يتحدث مع فسيف سائية من المشاهدين من المصلين هؤلاء المصلون الذين يأمون المساجد الآن لم يعودوا كما كانوا من قبل لأن من قبل كانت الأمية سائدة وكانت التقافة ضئيلة وكان العلم التكنولوجي ضعيف لكن الآن أصبح يأتيك كالتكنولوجي والمهندس والطبيب والمحامي والشاب المتعدد اختصاصات وما إلى ذلك فأنت لا بد أن تنتقي الخطاب الذي يتماشى مع اهتمامات هؤلاء جميعا بحيث يتزود كل واحد بزاد الذي ينفعه بخصصي ويناسبه فضيلة الأستاذ هذه المطالب ضرورة التجديد قد تختلط لدى البعض فبدعوة التجديد والتحديث والاجتهاد يعني تجد البعض يدعو إلى مواكبة متطلبات وتطورات ومعطيات العسر فيدخل إلى تلك المنطقة المغلقة الممنوعة التي هي دائرة الأحكام والثوابت والمبادئ الأساسية في الإسلام فيبدأ بالمطالبة بالتغيير فيها ويصبح الأمر التغيير في الدين بدل التغيير في الخطاب هذا هو نقطة الإشكال التي تبدأ من هنا هل نحن نطالب بتجديد الدين أم بتجديد فهم الدين هذا هو السؤال المهم عندما نقول تجديد الخطاب الديني لا نعني أننا نجتهده في الأحكام إلغاء بعض الأحكام أو تثبيت بعض الأحكام أو تعديل بعض الأحكام هذا لا نملكه لأن الإسلام صالح لكل مكان وزمان لكن مطلوب مننا أن نشتهد في فهم هذا النص عندما نأخذ مثلا قوله سبحانه وتعالى والصارق والصارقة فقطعوا أيديهما عندما نتكلم أنا كنت مثلا في مجتمع إيطالي وتحدثت عن هذا الموضوع ولكن فهمتم بأن المقصود ليس هو قطع اليد بالمعنى المادي للموضوع ولكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بعدم وقوع الإنسان في هذه القضية بمعنى مكافحة الجوع مكافحة البطالة مكافحة الكذا حتى لا تكون هناك حجة ثم أن وقع في عهد المسلمين عمب الخطاب علق تطبيق حكم القطع اليد عندما كانت مجاعة فعندما كانت مجاعة قال لو طبقت هذا الحكم لأصبحت أعيش مع مجتمع معاقل إذن القضية ليست في قضية إلغاء الأحكام أو تجديد الأحكام بمعنى هذا لم يعد صالح كما يدعي البعض بعض العلمانيين عندنا يدعون بأن بعض الأحكام لم تعد صالح الآن بالعكس الإسلام صالح لكل زمان ومكان ولكن حلقة الوصل بين العصر وبين النص هو العالم هو الداعية كيف ينزل هذه المصوص إلى الوقت كيف يفهمه ويخدم هذا وكيف ينزله على واقع المجتمع حسب الحاجات التي يدعو إليها هذا المجتمع ولا يطلبها هذا المجتمع إذن فهو طبيب الداعية أو العالم أو الواعد هو طبيب من نوع خاص طبيب القلوب وطبيب العقول فإذا كان الطبيب يعطيك مثلا الدواء على حساب صحة الإنسان كان يقوله خذ ثلاث ملعق وكان يقول خذ ملعق فقط في اليوم لماذا؟ لأن الجسم قد لا يتحمل يعني بحسب الحالات هذا ولذلك حتى الفلاسفة ابن عشد يقول يعني لا تعطوا العامة ما لا تطيق عقولهم يعني خاطبوا الناس بما يفهمون كما يقول الحديث النبوي خاطبوا الناس بما يفهمون يعني أنك تحاول أن تنزل له بعض القضايا التي تتماشى مع مستوها العقلي ولكن لا تدخل معه في الجدل الكلامي لأن الجدل الكلامي هذا جدل الباحثين هذا يتعلق بالباحثين العلماء الذين يهمهم أن يطلع ما قال العالم الفلاني وما قال العالم الفلاني لكن هناك الآن بعض الباحثين العلمانيين عندنا يطالبوننا بالقطيعة الكاملة مع العلماء القدامى مع السلف الصالح مع التفاسع القديمة وهذا ليس من التجديد هذا بالأكس هذا تبديد وتنديد نعم ونحن ضد التبديد وضد التنديد نحن مع التجديد في الأسلوب في الفهم في محاولة تنزيل النص على واقع الناس نعم فضيلة الأستاذة يعني كما سبقت الإشارة في المقدمة الخطاب الإسلامي يعني تكالو إليه واحد عديد من المؤاخدات والتهم منها أنه يميل إلى العنف ثم هناك يعني أشياء لابد أن نقر بها أنه خطاب عاطفي أنه خطاب تيئيسي فما هو أو كيف هو هذا الخطاب الذي ننشده حتى يؤتي ثمارا ويحقق الأهداف المرثومين هو كما قلنا أولا أن العالم لا يمكن أن يقدم إلى العلم ولذلك نقول نصف طبيب يفسد الأبدان ونصف عالم يفسد الأديان إذا كان العالم الذي يتحدث يعني بضاعته مزجاد ضئيلة لا يستطيع أن يقدم العلم كما ينبغي فهو يلجأ إلى العاطفية أو الانفعالية من أجل أن يشد الناس إليه وهذا خطأ في الخطاب الذي ينبغي أن يصحح ثانيا عندما يكون العالم عالما فإنه يتحكم في العلم بمفهوم السامع أو المشاهد أو المستمع الذي يستمع إليه وهذا ليس كل شيء يقال لا ليس كل شيء يقال يعني هناك أشياء تقال للعامة وهناك أشياء تقال للخاصة ومن هنا فإن التجديد أيضا يكون بهذا الصياق النقطة الثالثة أننا نستلهم من حياة الناس واقائعهم نحن كان عندنا عالم في الجزاء اسمه أبو يعلى زواوي خطيب جمعة نعم لا يكتب خطبته ولكنه يوم الجمعة يدخل إلى الأسواق وإلى المدينة ويشاهد المشاكل التي يعيشها المجتمع ويوظفها في خطبة الجمعة رائع وهذا هو المطلوب في كل واقع هذا هو أسلوب يعني الواقعية في مخاطبة الناس أنت عندما تكلم الناس عن الغلاء تكلمهم على مثلا العنف في رمضان هذا هو الواقع الذي يعيش فيه وتصحح لهم المفاهيم الخاطئة التي يعيشون فيها عندما نتكلم مثلا عن الصيام ويمكن الصائمين يعني سدج في فهمهم للصيام وهو أن الصيام يدفع إلى الانفعال يدفع إلى الغضب ليس صحيحا بل بالعكس الصيام يدفع إلى التهدئة يدفع إلى الهدوء يدفع إلى المحبة إلى التسامح إلى يعني صوم تصح إلى يعني إن سابه أحد أو شتمه في يقول إنه صائم يعني هذا الموضوع ينبغي أن نصححه في عقول الناس وبالتالي نقول للمصلين الذين يأتون إلى المساجد في الخطاب المسجدي خطاب الجمعة أو أي خطاب إن كان نقول لهم أنقلوا يعني محتوى خطاب المسجد الذي يسمعونه هنا إلى بيوتكم إلى أسواقكم إلى معاملاتكم إلى مختلف المجالات الحياة التي تعيشون فيها وهذا هو الذي يعني بمثابة الأكسجين الذي ننقله من الخطاب الديني لنبدد به بعض ثالث أكسجين بعض المكروبات التي قد تعشعش هنا أو هناك إذن هناك فقه الواقع هناك فقه الفقه أنا أصبحنا نتكلم عن فقه الفقه معنى أن الفقه يحتاج إلى فقه وهذا الفقه يتطلب فقه الواقع وبالتالي فإنني عندما أكون ملما بفقه الفقه فإنني أنزل على مستوى الواقع وأعالج قضايا الناس حسب ما تتطلبه قضيتهم الواقعية وأقدم لهم الحل من جنس العمل إذن هذا هو الخطاب المنشود الذي ننشده في خطاب الإسلامي أن يكون يعني خطاب يعني واقعي نعم لا يتكلم يعني من أبراج عالية أو يحلق في الخيال هذه ثانية هذه أولا ثانيا نلاحظ أن بعض الشباب للأسف الشديد يعتقد بأنه كلما تشدد في الدين كلما كان مؤمنا وهذا ليس صحيحا نعم بالعكس الإسلام هو دين البساطة والسهولة مع المحافظة على النص فكلما كنت كنت سهلة في تعاملك مع الناس كنت طيبة في التعامل مع الناس كلما كنت مسلمة أحسن وأنت تعرفين يمكن أحسن مني أن السيدة التي كانت يعني تتصدق وكذا ولكن تؤذي الناس تؤذي جمعاها فقال هي فناء لأنها الدين المعاملة فعندما نخاطب الشباب نقول لهم يا أهل يا شبابنا لا تغلو في دينكم لا تغلو في إسلامكم بل بالعكس خذوا الإسلام بكل واقعية وبكل سهولة وبكل بساطة وهو دين المحبة دين الأخوة دين التسامح دين الانفتاح على المخالف حتى الذي يختلف معك لا تغضب في حقه لا تفسقه لا تبدعه لا تقفعه فإنبغي عليك أن تعمل على إقناعه لجلبه إليك لأن الله تعالى يقوله للنبي عليه السلام وهو سيد المعطلين لو كنت فضا فلو كنت فضا غليظ القلب لن فضوه من حولك يعني أنت جادلهم بالتي أحسن ألعو إلى سبيل عربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذه القيم الإسلامية هي التي نحن مطالبون بتوظيفها في الخطاب الإسلامي الخطاب الديني حتى نبلغ المقاصد والغايات المطلوبة سبحان الله فضلت الأستاذ هذه القيم هذه وهذه المبادئ التي تذكر سعليها كانوا نلقوا واحتفل الخطاب هذه القرآن الله عز وجل يعني على مستوى الأقوام الأخرى يعني الغير المسلمة لا تخاطبش معهم سواء وقال ليسوا سواء ليسوا سواء سبحان الله يعني المبادئ كي نحتفل القرآن وحتفل المجتمع المسلم نجد مثلا يا أيها الناس يا أيها المؤمنون يا أيها الإنسان نعم يعني الخطاب الإسلامي لو التزمنا به كما يجب وفهمناه كما يجب ونزلناه كما يجب لاستطعنا أن نفتح به لا أقول نغزوه نفتح قلوبه وعقول الناس جميعا في العالم لأنه عندما تلاحظين أن زعيم كغاندي بوذي يعبد البقر مثلا ولكنه أخذ من الإسلام معنى الصوم فوظف الصوم لتوحيد أمة الهند وذلك عندنا مقال يعني كتبه أحد علماء شبهية العلماء يقول رجل يصوم وأمة تنقاد هو صام غاندي وقال لن أكل إلا إذا توحدت أمة الهند وهو كان عنده معنى يعني كعظيم كزعيم فهو ليس مسلما ولكنه وجد في الصوم هذه الضالة المنشودة التي وظفها لتوحيد أمته فالإسلام صالح لكل إنسان وصالح لكل مكان وصالح لكل زمان هو دين عالمي ونماذج كثيرة من الشخصيات ومن العقلاء اللي يعني تبنوا مبادئ الإسلام تمام ولو لم يسلموا تبنوا يعني مبادئ الإسلام يعني على سبيل المثال قصيصة إنجليزية أصله أمريكية ولكن قصيصة عايشة في بلاد الإنجليز عندها كتاب من أحسن الكتب محمد نبي لزماننا محمد يعني صالح لزماننا يعني هذه قصيصة مسيحية ولكنها قالت لو أن محمد نبي المسلمين وجد في عهدنا الآن في زماننا هذا لا تغير وجه العالم علاش لأنه يدعو إلى المحبة يدعو إلى السلام يدعو إلى الأمان يدعو إلى الإيمان يدعو إلى الأخوة أستاذ الكريم أوحيث لي بفكرة هذه القصيصة هذه أكيد أنها درست الإسلام درسة علمية نعم وصحيحة نعم فأيضا هذه يعني من متطلبات تجديد الخطاب لأنك القول بعض معلومته غير دقيقة صحيحة أولا غير صحيحة هو كي يهضر إلى شيء عظيم اللي هو الدين هو من الأشياء كذلك التي نوصي بها الدعاة والعلماء والوعاظ هو أن ينفتحوا على الثقافات الأجنبية لأن أيضا الإلمام بالثقافة الأجنبية يفتح لهم أفاق نحن لسنا مطالبين بأن نأخذ كل ما في الثقافة لأن الثقافة الأجنبية سلاح منذ حدين إما أن تأخذك إليها أو تأخذني إليها أو نأخذها إليك فإذا أخذناها نحن إلينا وتحكمنا فيها أصبحنا نستخدمها حيث يجب إذا أخذتنا إليها نذوب ونغزى ونصبح لقيمة لنا وهو أشأن بعض الغزاة وبعض المغزوين المنسربين لذلك مما نوصي به أيضا الدعاة أن يتثقفوا باللغات الأجنبية لأن اللغة الأجنبية تمكنهم أيضا من الانفتاح على ثقافات ومساوي ومزايا المجتمعات فيأخذون المزايا ويدعونها المساوي وهذا أيضا من متطلبات الداعية والخطاب الإسلامي نعم فضلت الأستاذ ركزتم في حديثكم على المسجد كمؤسسة علمية مخولة بجديد الخطاب الإسلامي ركزتم على الدعاة يعني الأمر ينحصر هنا؟ لا هو الخطاب الديني خطاب متعدد الجوانب هناك الخطاب الإعلامي هناك الخطاب الجامعي هناك الخطاب البداغوجي هناك الخطاب الثقافي هناك مجموعة من الخطاب ولكن لماذا أنا أكس على الخطاب المسجدي لأن هذا الملتقى اليومي الذي يلتقي فيه المسلمون في المسجد هذا الجامع الذي يجبع المسلمين هذا الملتقى الأسبوعي الجامعي تعيوم الجمعة هذا لا يوجد إلا عندنا نحن وبالتالي هي مناسبة أن نستغل هؤلاء الذين يأتون إلى المسجد لنوصل إليهم الخطاب الإسلامي المعتدل المتسامح البسيط الواقعي الذي ينفض إلى صميم عقولهم وإلى قلوبهم حتى نكون المجتمع الفاضل بالخطاب الديني وإلى جانب هذا هناك خطاب الإعلامي أيضا والخطاب الإعلامي الحديث الديني في التليفزيون أو في الإذاعة وهو كذلك يصل إلى البيوت يدخل إلى البيوت يدخل إلى كل الناس وبالتالي علينا أن نكون أيضا ملمين بهذا الخطاب الإعلامي لأنه بعد الخطاب الإعلامي يأتي الخطاب المسجدي ولكن الخطاب المسجدي أبلغ لأنه ينفض إلى الناس اللي يأتون فقط بينما الخطاب الإعلامي يخاطب الجميع وقد لا يكون الإنسان ملزما باستماع الخطاب الديني الإعلامي دائما لأنه قد يكون في سوق قد يكون في كده لكن المسجد جاي من أول ليتزود بزاد التقوى فنستغل فيه هذا الزاد زاد التقوى ونقدم له الخطاب كما يجب أن يكون فهي المناسبة المتاحة لنا كي نقدم هذا في هذا الموضوع نعم من ضمن الحلول التي طرحوها بعض المفكرين والمطالبين بالتجديد مراجعة ونقد التراث الإسلامي ما رأيك يكون في هذا فضلك الأستاذ هذا أيضا كلام معاد وساذج ولا يعود إليك نحن لا نقدس أي شيء ما عدا الكتاب والسنة هؤلاء مقدسون لأنهم يعني جاءوا من ندن حكيم يعني الله تعالى يقول هناك البعض مثلا يذهب إلى يقول لك نكتفي بالقرآن ولا نقبل بالسنة هذا ثاني تجاوز للحدود الله تعالى يقول قول إن كنتم تحبون الله على لسان النبي فالتبعون يحبكم الله ويعطيعوا الله وأعطيعوا رسول يعني فالموضوع هو أننا نلتزم بالكتاب وبالسنة الصحيحة طبعا لأن لا نشك في أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة كما يقول علماء مصطلح الحديث أو بعض الأحاديث الحشوية الملفقة التي وضعت يعني وأضيفت لكن نحن نقيص الحديث بالكتاب بالقرآن فإذا ثبت فإنه صحيح والعلماء الذين سبقونا يعني اجتهدوا في منهجية وضع الأحاديث بحيث كانوا يقطعون الفيافي والمسافات من أجل التأكل من صحة الحديث من مجموعة من الناس فهذا يعني الدلد لكن أن نقول هذا كلام فضفاض ينبغي أن نلغي التراث القديم وكذا هذا غلط هذا بالعكس نحن ندققه نعم نصححه نعم نخضعه للبحث نعم نناقشه في الجامعات وبعلى ذلك هذا كله صحيح لكن أن نتجرع على إلغائه بتاتا هذا خطأ ولا ينبغي أن يكون هذا وهذا ليس من التجديد هذا من التبديد ونحن بالعكس نعتزو بتراثنا لأن هذا التراث مهما كان وضعه علماء أجلاء يعني قضوا الليالي وأيام في تدقيق هذا العلم وفي هذا البحث ولكن قد يكون أخطأ بعضهم نحن مدعوون إلى تصويب بعض الأخطاء إن وجدت نعم ولكن لا نلغي بقلم هكذا التراث القديم نعم فضيلة الأستاذ سيد عبد الرزاق قسوم شكرا جزيلا لك جزاك الله بكل خير أنتم أستاذ الفكر والفلسفة بجامعة الجزائر وكذلك رئيس جمعية العلماء الجزائريين نتمنى لكم مقاما طيبا في بلدكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام شكرا لكم وعلى أمل اللقاء بكم في حوار آخر من حوار أسادسة نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة